ازايكم يا موليد برج الدالوي يا رب تكونوا بخير توقعات برج الدالوي اليوم الثلاثة خمستوشر نوفمبر تشرين التاني الفين اتنين وشرين انت النهار ده يا دالوي متهور جريء شرس شخصيتك هتبدو مخيفة للاشخاص اللي حواليك لانك مش بتتصرف بعقل في اليوم ده وهتكون حابب انك تهجم على اي حد بيوجه ليك حتى لو كلمة صغيرة فبنصحك تهدى شوية تحاول تفكر قبل ما تاخد اي قرار ليك ما تعتمدش على قلبك ولا عواطفك في الفترة دي ممكن يكون ده افضل نهار بالنسبة ليك لكن بفضل عدم انك تقوم باي شيء مهم ليك بالنسبة ليك مهنين النهار ده يا دالوي اجواء كتيرة مشحونة مضطربة جدا وغير مبشرة بالخير طباعك كلها متقلبة وصعبة ما تسمحش لنفسك بانك تتعامل معاها بصورة هادئة وكاملة بالنسبة ليك عاطفين النهار ده يا دالوي هتستمع لنصائح من شريكك هتشتغل بيها بشكل كبير لو وظفت نفسك عليها انت النهار ده مش هتبقى خاسر في يومك ده بالنسبة ليك صحيح النهار ده يا دالوي حاول انك تقوم بالجاري في اليوم حتى لو عشر دقايي في يومك هتعتبر الجاري مفيد جدا للقلب بالنسبة لحركة الكاكب اليوم فينوس هيشجعنا اكتر على رغبتنا في اننا نتعالى اكتر وهيرفعه من معنوياتنا بشكل كبير هيساعدنا العبور ده علشان نتلين ونقوي نفسنا لاننا هنبقى متحمسين ليه مش عائلنا كبيرة هنتوصل لاننا نتعبر اكتر هتبقى كل الاماقات اللي عندنا انه هتبقى مدروسة اكتر هنبقى متفقنين اكتر مبهجين اكتر متعاونين بشكل خاص جدا ممكن يكون وقتنا مناسب حتى لو كان في شوية كسل لحد ما في وقت للانغماس في الزيت عندنا كل ده هيقلل تسامحنا مع كل الوقاحة اللي بتبقى عندنا والفزوزة اللي بتبقى فيها احنا النهار ده منفتحين بشكل خاص هنصغف كل الاشخاص اللي حوالينا هنتوقع الافضل لنا هنفضل كل النزاهة والولاء اللي عندنا مع كل ده في وقت لاحق من اليوم الشمس هي الكوكب الاساسي لنا المريخ ممكن رجعنا شوية للورا هيمثل لنا شوية تحديات خفيفة هتتعطل شوية تضفقات عندنا لكن ده كله هيبقى فيه معضلة الامور هنعتقد اننا لازم نعمل كل حاجة التوتر ممكن يبقى بيسبب احتياجات رغبات متباينة كتير هيكون الرغبات دي مقنعة لكن انا هنكون على حياد بي شأن ازاي هنحققها هنبتدي نشعر بشوية ضياع ده كله هيدفعنا اللي منيحية اننا نجري تعديلات مهمة لنا في جوانبنا على الرغم من ان الشمس في مرج الاسد تنفسي اكتر والامر ايضا حاكم للجانب ده فخليك حذر اكتر من المشاكل